هناك رفض سعودي أكاد أصل إلى استنتاج أنها يشكي ظاهرة في العلاقة اليمنية السعودية وهناك بقولها الملك عبد العزيز أنه ما مضمونها أو فحواها أن عز السعودية في ضعف اليمن وفي غنكها وفي فقرها إلى آخره للأسف إذن السعودية لم تكن جادة في ما يسمى دعم الشرعية هي لا ترغب في وجود وطن يمني قوي كما قلت يدافع عن حياضه في إطار اليمن المجتمع والدولة السعودية ما يزال هاجسها أنها تضعف اليمن واليمنيين وهنا سأستحضر مقولة ذات دلالة وهي عندما علنت دولة الوحدة في تسعين أذكر أن أعتقد الأمير كان وزير خارجه آنذاك يعني يقال أنهم يطرح شيء مفتوح للأخوة الجنوبيين عندما يبانى التشطير أن لا يكون ضمن إيجاد دولة يمنية واحدة وبالتالي رغم أنني ما زلت بسررا على أنني أرفض نظرية المؤامرة لأنها بدهية لا تحتاج إلى الإثبات إلا أن السعودية ليس من مصلحتها أن تعاد ما يسمى بالشرعية تخيل كيف يمكن أن كثير من على سبيل المثال ما يحصل الآن في نهم وفي مراحل سابقة كان من كان يضرب ما يسمى بالجيش أو ما يعرف بالجيش الوطني هي من المقاتلات أو طائرات السعودية الإماراتية أو ما يسمى بالتحالف فتوصيف الدقيق ليس لدينا تحالف لدينا تخالف لدينا مصلحة سعودية إماراتية يعني أن لا توجد دولة موحدة وأن لا يعادل الشرعية اليمنية فأعتقد أن السعودية هي ليست صريحة وليست وفية لما تعلونه في إطار دفاعنا الشرعية نعم ما هي طبيعة العلاقة بين الشرعية والتحالف للآن هذه العلاقة غير مفهومة خمس سنوات ونتحدث عن دعم الشرعية في استعادة سيطرة على البلاد لكنك قوتتها وخلقت لها أعداء جدد بدل من عدو واحد أصبح للشرعية ربما أربعة أو خمسة أعداء كيف يمكن أن نفهم هذه المعادلة هناك مقولة أثيرة إذا أردت أن تتحدث معي في حد مصطلحاتك أو مفاهيمك لدينا للأسف أنا أتحفظ على مفهوم الشرعية الشرعية بمعنى الرضاء الطعوي أو الاختياري من قبل المحكومين جميعهم أو جلهم وغالبيتهم الشرعية اليمينة للأسف أستطيع أن أقول بمنا عن نظرة المؤمراء هي الشرعية الآن لم تعد شرعية إنجازتها أنا أوصف ما يحصلها الآن هو شرعية لا شرعية